أقامت شركة نفذ ذيقار مؤتمرها الإعلامي النفطي الأول لارتقاء بالواقع الإعلامي للشركات العاملة بالمحافظة وخلق فرص شراكة وتعاون مع الوسائل الإعلامية المحلية المؤتمر يأتي لتسليط الضوء على مقدمته الشركة في جميع المجالات ومنها الخدمات المختلفة لأبناء المحافظة حيث عملت على تحسين الواقع الخدمي وتوفير البنى التحتية والطرق والمستشفيات المختلفة للمناطق المحيطة بالحقول النفطية بالإضافة إلى تقديم الدعم والإسناد أثناء جائحة كورونا في جميع المناطق تتشرف شركة نفذ ذيقار في هذا اليوم بإقامة مؤتمرها الإعلامي الأول للمساهمة للارتقاء بالواقع الإعلامي للشركات النفطية الوطنية العاملة في المحافظة وكذلك لتوفير فرص للتعاون مع المؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية الأخرى شركة نفذ ذيقار شركة معطاة في جميع المجالات وقدمت ما قدمت لخدمة أبناء هذه المحافظة من خلال المساهمة من خلال الخدمات الاجتماعية وغيرها بناء مستشيات وتعبير طرق في مناطق حقل الغرافة وغيرها وبناء مستشيات أخيرها وبناء مستشي لأمراض السرطانية في المحافظة ودعم مستشي القلب الأجزاء الطبية يهدف المؤتمر إلى الانفتاح على المؤسسات الإعلامية الوطنية وأيضا يهدف إلى إيصار رسالة إلى المستثمرين في قطاع النفط والغاز والراغبين في العمل في العراق وفي محافظة الذيقار بأن محافظة الذيقار محافظة آمنة للاستثمار في قطاع النفط والغاز التواصل المستمر والقرب المستمر بين وسائل الإعلام والدوائر الإعلامية في المؤسسات الحكومية حالة صحية جدا ويمكن أيضا أن تخدم بطريقة أو أخرى المؤسسات الحكومية وسائل الإعلام دائما تبحث عن المعلومة من مصدرها وتبحث التسهيل للوصول إلى هذه المعلومة قطاع النفط قطاع مهم وحساس جدا يحتاج إلى الإعلام الموضوعي المهني الذي يتعامل مع الأرقام في الوقت الذي يجري فيه التنسيق بين الإعلام وشركة نفط ذيقار طبعا يحتاج إلى تفعيل موضوعة المنافع الاجتماعية وكذلك عوائد البترول دولار من خلال ترجمتها على شكل مشاريع تخدم أبناء محافظة ديقار هذه المحافظة التي تعاني كثيرا من نقص الخدمات فبالتالي أعتقد هذا الموضوع هو أهم موضوع رئيسي يمكن أن يكون هناك يخلق تعاون بين وسائل الإعلام وإعلام الشركة ترجمة نانسي قنقر